موسيقى نتابع في سياق النشر حيث اكتشف علماء من جامعة لوندا السويدية خلال دراستهم الماء الصالح للشرب وجود أكثر من عشرة ملايين من البكتيريا في كأس الماء الواحد لكن ما هي طبيعة هذه البكتيريا؟ وهل هي مفيدة أو ضارة؟ هذا ما سيجيب عنه التقرير التالي عشرة ملايين من البكتيريا توجد في كأس الماء الواحد حقيقة أثبتها علماء سويديون خلال دراستهم الماء الصالح للشرب العلماء أكدوا أن هذه البكتيريا مفيدة وتلعب دورا مهما في عملية الهضم مضيفين أنها تنمو في منظومة تنقية المياه وتتكاثر في أنابيب إمدادات المياه وتكون على شكل طبقة رقيقة لازجة إلا أن عددها يرتبط مباشرة بنوعية الماء العلماء قارنوا هذه البكتيريا بالكائنات المجهرية التي تنمو في أمعاء الإنسان فاكتشفوا أنها مفيدة جدا للجسم ولذلك يمكن استخدامها في عملية تنقية المياه المعدة للشرب